السلام عليكم جولة سريعة لأهم أخبار ألمانيا نبدأها بالخبر الأول جريمة قتل بشعة حصلت يوم أمس بمقاطعة غيلاند فالس خصوصا بمدينة فيتليش بالقرب من مدينة تخيا وتم إلقاء القبض على جنديين أمريكيين يعملان بأحد القواعد العسكرية الأمريكية في ألمانيا والتهمة الموجهة لهم هي تهمة القتل الضحية هو مواطن ألماني عمره 28 سنة وهو رئيس شركة سيكيوريتي بالمدينة ومعروف هناك بمدينة فيتليش بأنه أيضا شخص رياضي المهم أصدقائي قالوا بأنه تعرض الضحية 28 سنة إلى طعانات بالسكين أدت إلى موته لحد الساعة لا تعرف الأسباب المهم أصدقائي الجنديين الأمريكيين يقولان بأنهما لا يتذكران ما حصل حسب التفاصيل فإن الجنديين الأمريكيين كان عندهم يوم للراحة وخرجوا بلباس عادي يعني ليس لباس عسكري خرجوا بلباس عادي وتوجهوا إلى الحفلة التي حفلة الصيفية كيرميس التي تنظمها دائما مدينة فيتليش ولا يعرف هل هناك بتلك الحفلة حصل حصل هناك أول لقاء بين الجنديين الأمريكيين وبين المواطن الألماني وحصل بينهم خلاف لا تعرف الأسباب ولماذا قام أيضا بطعنه يقال بأنه تم طعنه ليس بالحفلة إنما بجانب بيته فلا يعرف هل قام بيعني اتباعه إلى آخره وبعد ذلك طعنه المهم جنود الأمريكيون يقولون بأنهم لا يتذكرون ما حصل ألقت عليهم الشرطة الألمانية القبض والنيابة العامة لكن عندما علموا بأنهم من الجنود الأمريكيون سلموهم إلى الشرطة العسكرية الأمريكية ونقلوا إلى السجن التابع للجيش الأمريكي بالقاعدة العسكرية الأمريكية لأن هذا ما تقوله اتفاقية حلف الناطو وهناك ستقوم متابعتهم على حسب القانون الأمريكي ويتم التحقيق معهم ننتقل أصدقائي إلى موضوع آخر تناقشه الصحافة الألمانية وهو التصريح الذي صرح به يوم أمس وزير المالية كريستيان ليندنا من حزب FDP الليبرالي الذي سألوه عن فقر الأطفال وتفشي فقر الأطفال في ألمانيا وقالوا له لماذا لا توافق على الراتب الأساسي للأطفال سنة 2025 لأنه سوف يقضي على الفقر للأطفال وصرح وزير المالية صريحا وقال بأن فقر الأطفال لا يوجد في ألمانيا إلا بنسبة قليلة جدا وقال بالنسبة للمواطنين الذين يحملون الجنسية الألمانية ففقر الأطفال لا يوجد عندهم وقال بأن أغلب الأطفال الذين يعانون من فقر الأطفال هم من أسر المهاجرين أو الأجانب يعني اللاجئين الذين دخلوا إلى ألمانيا بداية 2015 وقال بأنه على حسب رأيه لا يجب دائما عمل تحويل مالي إلى الأهالي إلى البنك لأن هذا الأمر حسب رأيه لا يفيد شيئا وهو طالب بأنه بدل عمل كيندا جغوند زي شغوند الراتب الأساسي للأطفال يمكن عمل كرسات أكبر للغة وبناء عدد كبير من الروضات والمدارس كي يتعلم الأهالي والأطفال اللغة الألمانية وكي يعملوا كرسات وكي يستطيع الأهالي من أصول أجنبية من من دخلوا سنة 2015 إلى ألمانيا حسب أيضا الإحصائيات تقول بأنه نسبة كبيرة منهم ما زالوا مسجلين بجوب سنتر ويحصلون على مساعدات بجوب سنتر وقال هو عموما مستعد أن يعيد التفكير بمسألة الراتب الأساسي للأطفال والنقاش فيها ودراستها والتفكير كيف يمكن طرح هذه المسألة هذا رأي السيد وزير المالية سأعطيكم أنا رأي ومتشوق لرأيكم بالفعل عدد كبير من الناس الذين دخلوا إلى ألمانيا سنة 2015 عدد لا بأس منهم ما زال يحصل على المساعدة لكن لم نتساءل لماذا ويجب علينا أن نقول للسيد وزير المالية بأنه عدد كبير من الناس منهم من هم أيضا كبار بالسن منهم من يعانون أمراض هناك أيضا عدد كبير من النساء هناك عدد كبير من الناس الذين لم يحصلوا على فرصة التعلم تعلم اللغة طبيعة الكرسات وطبيعة تعليم اللغة الألمانية بكرسات تعليم اللغة الألمانية لم تتوافق مع مجموعة كبيرة من الناس وإضافة إلى ذلك عدد كبير من الناس لم يتم الاعتراف بشهادتهم هناك ناس سيد الوزير درسوا في بلدانهم جاءوا إلى ألمانيا لم يتم الاعتراف بشهادتهم الجامعية لم يتم الاعتراف بشهادتهم المهنية سيد الوزير هناك عدد كبير من الناس عملوا في بلدانهم حرفيين تجار ناس تفهم بأمور كثيرة من إصلاح السيارات السباكة النجارة الحلاقة أمور كثيرة جاءوا إلى ألمانيا لم يتم الاعتراف بخبرتهم هناك عدد كبير من اللاجئين والمهاجرين لا يجدون عملا ويدطرون للعمل بتسايت أربايت فيرما لاي فيرما تعطيهم مرتبات زهيدة جدا وتدخلهم إلى أعمال صعبة تهلك صحتهم هناك أمور كثيرة يجب أيضا أن نظر لها والاهتمام بها وليس فقط وأيضا سيد الوزير أنا شخصيا أرى بأنه كيندغوند زي شغوند ضرورة حتمية وأتمنى أن توافق عليها سيد الوزير لأنه دائما القول بأنه من سيستفيد ومن لا يجب علينا أن نرسل المال إلى منهم على الجوب سنتر سيد الوزير لو عملنا كيندغوند زي شغوند ستستفيد منها الطبقة المتوسطة أكثر من منهم مسجلين على الجوب سنتر أصلا من المسجلين على الجوب سنتر كيندغوند زي شغوند لن يستفيد منه شيئا الإدارة طرحة سنة 2025 لأن ذاك المبلغ أصلا سيتم مقطعه من الجوب سنتر لأن الجوب سنتر سيعتبره راتبا إذن عمل كيندغوند زي شغوند ستستفيد منه الطبقة المتوسطة لأنهم من يعملون ويحتاجون أيضا إلى أموال وأصبح عليهم ضغط كثير بسبب الغلاء بسبب التضخم بسبب ارتفاع الأسعار إذن كيندغوند زي شغوند من سيستفيد منها أكثر هي الطبقة المتوسطة فلا يجب دائما عندما تطرح فكرة جميلة دائما أن نتوجه إلى الجوب سنتر كي أن نستقل نعم نعم لا نريد كيندغوند زي شغوند هناك حلول أخرى لزيادة مرتبات ومساعدة الأطفال الذين على السوسيال والأطفال الذين يوجدون بجوب سنتر إضافة إلى عمل كرسات للغة تقوي اللغة الألمانية لعادة كبير من الناس المسجلين بالجوب سنتر إيجاد حلول من أجل الموافقة وتعديل شهادة الناس الذين درسوا خارج ألمانيا وأيضا من عندهم خبرة نريد حلول ولا نريد كلاما انتخابي مع كامل احترامي للسيد الوزير بطبيعة الحال لكن نحن هنا دولة تعتمد على حرية الرأي وحرية التعبير وما قمت به يدخل ضمن القانون الألماني بحرية التعبير ونتمنى أن يتم إقرار قانون كيندغوند زي شغوند بـ 2025 نمر أصدقائي إلى موضوع آخر سئل مستشار ألمانيا يوم أمس عن مسألة الحشيش وقالوا له سيد مستشار ألمانيا هل سبق لك أن حششت في حياتك لأن الحكومة الألمانية الآن وافقت على قانون الحشيش وشرعانة الحشيش سيدخل قريبا إلى البرلمان وسيتم التصويت عليه قريبا بالبرلمان قانون الحشيش كما تعلمون قلتها لكم أصدقائي بفيديوهات كثيرة سيسمح شرائه لمن أعمارهم 18 سنة فما فوق ويسمح للشخص أن يكون بحوزته 25 جراما دون أن يتعرض لعقوبة بيع الحشيش يكون فقط بنوادي الحشيش أصدقائي التي ستكون في ألمانيا ويمكن تأسيسها نادي الحشيش لا يجب أن يتجاوز عدد الأشخاص المنتمون له 500 عضو وهناك فقط يمكن شراء الحشيش والحصول على الحشيش في نوادي الحشيش ممنوع تدخين الحشيش وأيضا يجب أن تكون نوادي الحشيش بعيدة بمسافة كبيرة عن المدارس وعن أروض الأطفال ويسمح أيضا بزراعة 3 نبتات من القنة بالهندي الذي يأتي يصنع منه الحشيش أيضا في البيت هذا الأمر جعل الناس تتساءل وسألوا مستشار ألمانيا سيد مستشار ألمانيا سيد شولز هل سبق لك الحشيش في حياتك فرد عليهم وقال لا أبدا لم أدخن الحشيش في حياتي ولم تكن عندي رغبة بالتحشيش وسألوه وقالوا له ما رأيك بخطوة تقنين الحشيش وشرعنة الحشيش فقال بأن شرعنة الحشيش كانت خطوة صعبة بالنسبة له وقال يجب علينا أن نمشي هذه الخطوة الصعبة لكن حسب رأي هذه الخطوة هي خطوة صعبة لكنها الخطوة الصحيحة والخطوة الجيدة التي يجب أن يعمل بها وقال لو سأله أحد هل ينصحه بأن يحشش فجواب مستشار ألمانيا هو لا هو لا ينصح أحد بأن يدخن الحشيش كثير من الأطباء وكثير من الخبراء يظنون بأن تقنين الحشيش سوف يزيد عدد الأشخاص الذين يدخنون الحشيش سيزيد المشاكل سيزيد المصائب سيزيد الجرائم وسوف يؤثر على صحة الشباب لأن الشباب الذين أعمارهم أقل من 25 سنة عقلهم ما زال ينمو وتدخنهم للحشيش بسن مبكر سوف يجعل عقلهم يتوقف عن النمو وسيجعلهم عرضة للإصابة بأمراض خطيرة أمراض النسيان أمراض كثيرة نفسية اكتئاب أمراض وأضرار نفسية خطيرة على المجتمع خصوصا إذا قام شخص أيضا بخلط الحشيش مع الخمر ستكون مصيبة نتمنى السلامة للجميع الحكومة الألمانية ووزير الصحة قال بأنه سيعمل حملة كبيرة من أجل توعية الشباب بعدم تدخين الحشيش لكن تقنين الحشيش هو يدعمه لأنه سوف يقضي على بائع الحشيش بالشوارع الذين يبيعون للشباب حاششا فاسدا يضر صحتهم أكتر نتمنى السلامة للجميع كانت هذه الجولة لأهم أخبار ألمانية شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء